اشتركوا في القناة توجد العديد من الغابات وفي إحدى الغابات الجميلة كانت الحيوانات تحافظ على مواعدها فهي تقوم باكرا للصيد ولو تأخرت في النوم بضاع عليها طعامها وتنام مبكرا وإلا سيضيع عليها طعامها في الصباح وكذلك مواعدهم كانت منضبطة جدا خاصة مع الأسد ملك الغابة لأنه إذا غضب على المتأخر منهم سيكون عقابه مبرحا وذات صباح ظل الأسد على غير عادته منتظرا حضور القرد في الموعد لكنه تأخر كثيرا وبعد طول انتظار جاء القرد متعبا معتذرا خائفا فقال له الأسد ما لك جئت متاخرا أيها القرد القرد عفوا يا سيدي الأسد فإن طرق الغابة أصبحت غير واضحة المعالم وكلما سلكت طريقا كان خاطئا أو مسدود ولهذا ضللت الطريق عدة مرات الأسد هذه شكوى متكررة من كل الحيوانات ويجب أن نفعل شيئا لحل هذه المشكلة القرد إن الحصان هو خير من يحل هذه المشكلة لأنه خبرة في المشي في الطرقات ولديه خبرة في هذا المجال الأسد لا بأس أدعو الحصان كي يقابلني تقابل الحصان مع الأسد وحكى له الأسد المشكلة وكلفه بالبحث فيها وحل هذه المشكلة ذهب الحصان ليستطلع طرق الغابة ليتعرف على المشكلة على طبيعتها ثم عاد الحصان إلى الأسد ليقدم له تقريرا بما رأاه الأسد ماذا وجدت أيها الحصان؟ الحصان إن المشكلة أن بعض الحيوانات قد أقامت بيوتها على جوانب الطرق بغير انتظام بل إن بعضها أقاموا بيوتهم داخل الطرق نفسها الأسد وما الحل في رأيك؟ الحصان أرى أن تعاد تنظيم بيوت الحيوانات بحيث تكون هناك طرق منتظمة وواضحة الأسد سوف أصدر قرارا بإزالة البيوت المؤذية للطريق أبلغت الحيوانات بقرار الأسد وشرح لهم الحصان أهمية تنظيم الطرق فبدأوا بنقل بيوتهم إلى أماكن جديدة بعيدة عن الطرق ما عاد الثعالب الذين رفضوا نقل بيوتهم ذهب الحصان إلى الثعلب وطلب منهم أن يمتثلوا لأمر الأسد لأن في هذا مصلحة عامة لكل حيوانات الغابة قالت الثعالب ما لنا شأل بمصلحة الحيوانات إن نقل بيوتنا سوف يكلفنا جهدا وطاقة قال الحصان سوف تساعدكم الحيوانات الثعالب لا نريد مساعدة من أحد ذهب الحصان إلى الأسد وأخبره بخبر الثعالب غضب الأسد غضبا شديدا وقرر أن يذهب لمقابلة الثعالب بنفسه ويفترس من يعصي أمره منهم وبينما هو يستعد للذهاب إلى الثعالب دخل عليه الفيل وقال ما لي أراك غاضبا يا ملك الغابة الأسد إن الثعالب يصرون على مخالفة أمري وإفساد نظام الغابة وقد قررت عقابهم الفيل وكيف قررت أن تعاقبهم الأسد سوف أقتل المخالف منهم وقد أفترسه الفيل انتظر أيها الأسد ودعني أسأل الحصان شيئا الحصان تفضل الفيل هل يمكنك تصميم طريق الغابة بعيدا عن بيوت الثعالب الحصان نعم يمكن ذلك مع بعض الصعوبات الفيل إذا حاول أن تفعل هذا ودع الثعالب في بيوتهم وانظر كيف أن عنادهم سوف يجني عليهم وبالفعل أنشأ الحصان طريقا للغابة يمر بعيدا عن بيوت الثعالب واستفادت الحيوانات من سهولة الطريق وكان تنقلها سهلا وأفضل من ذي قبل معادة الثعالب التي تعاني من صعوبة الحركة والتنقل فوصولهم للطريق الجديد أصبح صعبا ومتعبا وفي إحدى الليالي استيقظت الحيوانات على حريق هائل إذ قامت الطيور بتنبيه الحيوانات فأسرع الجميع بحمل الماء إلى مكان النار انقذت معظم الحيوانات ونجت بيوتهم من الحريق معادة الثعالب الذين لم يستطيعوا مساعدة أنفسهم ولم تستطع الحيوانات مساعدتهم من جراء صعوبة الطريق إليهم فتسبب الحريق في إصابتهم وبيوتهم ومات عدد كبير منهم وذلك بسبب صعوبة الوصول إليهم فالطريق الجديد بعيد عنهم والوصول لهم صعب جدا وبعد إخماد النار ونقل الضحايا ذهب الفيل والحصان لزيارة المصابين وكان من بينهم رئيس الثعالب قال الحصان جئنا نعزيك ونواسيك الثعلب شكرا لك أيها الحصان الآن أدركت قيمة نصيحتك بتنظيم بناء البيوت ولكن بعد أن دفعنا ثمنا غاليا قال الفيل ما هي نصيحتك للحيوانات أيها الثعلب بعد هذه التجربة قال الثعلب وعينه تدمع تجنبوا العناد أيها الحيوانات تجنبوا العناد فإن العناد قد يكون سبب الفساد خلاصة لهذه القصة قبل أن ترفض النصيحة عليك أن تفكر جيدا وبعناية وبدقة عالية قبل أن ترفض النصيحة لأنه قد تضيع عليك أمرا جيدا سيحدث معك لو تركت العناد لذلك لا تعاند من أجل العناد فقط سلام وإلى قصة أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته